بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدا دايماً يوم الاتنين ده عشان اليوم المبارك لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عودنا إنه اليوم الذي ولد فيه في يوم مهم جداً جداً إن إحنا نهتم بالميلاد فنهتم بالبناء رسول الله لما سألوه وإنت بتسمي يوم الاتنين ليه؟ اليوم هذا يوم ولدت فيه ولذلك إحنا بنختار إن اليوم ده تكون يوم يلا نبني وخلينا يلا نبني ده معناه يلا نبني الإنسان وعشان كده إحنا بنتعامل مع مسألة التربية ومسألة البناء بعناية شديدة ومعنى إن إحنا بتعامل بعناية شديدة إن إحنا اللي لازم مش هقول ما نخفش لازم نكون صادقين مع أنفسنا لأن عدم الصدق مع النفس ده بيخلي الحياة هي حياة كاذبة وهمية فيها مش الحياة ولذلك لما بنيجي ندخل على الجواز بندخلوا في قلوبنا أمنيات تعالوا بقى لحظة صدق مع بعض كده أمنيات كتيرة جدا من أهم الأمنيات دي إن بيتنا يكون بيت مليان بالدفع والمحبة وأهلوا متربطين وبيحبوا بعض بيربطهم معاني كبرى كتير من أهم هذه المعاني الانتماء فبيربطهم كل المعاني المتعلقة بالحب والمودة والسكن والدفع والسند والأمان والاحترام والتأدير والإحساس ببعض وكمان إن إحنا نفهم بعض ونتجاوز لكن في بعض الأحيين لما ننشاغل في الوقت بتحصل شوية مشاكل ولما يمر الوقت بتحصل مشاكل من أهم الحاجات بقى اللي بتحصل إنه لما ربنا بيرزقنا بأولاد بيبقى نفسنا نخليهم يدوقوا كل معاني الرعاية والودة والأمان اللي حقيقة حصلت لينا واللي كنا بنتمناها بيحصل أول حاجة عندنا بقى لما يحصل خلاف لما تحصل خلافات بين الزوجين اللي هم بقوا الأب والأم ولما بتزيد الخلافات دي من غير سعي وحكمة في التعامل معها بيزيد الصدا ويبدأ أولادنا يشوفوا حاجة تخليهم بدل ما إحنا كنا حريصين إنهم ما يخافش إنه ما يقع فنقولوا كميلة إنتي وما عرفش إيه فيبتدي يحس إنهم مهدد ليه مهدد؟ لإن بابا وماما واما بيتعاملوا مع بعض إيه اللي حاصل؟ بدأنا نشوف حاجة تخوفنا فيبدأ الولد أنا بقول لكم الكلام ده لإن كتير من الأباء والأمهات ما بيبقوش فاهمين ده إحنا عشان دي شغلتنا شغلتنا إن إحنا قبل ما نطلع نكلم حضراتكم لازم نعرف فالأولاد إنتم مش متصورين إنتم متصورين لأولاد مش فاهمين الأولاد مش بس فاهمين الأولاد كمان حسين مش بس حسين الأولاد بيتهددوا بيحصل لهم شرخ الصورة الجميلة إن بابا وممه دايما تلاقي الأولاد وهم متعودين كده إن بابا وممه دايما مبتسمين إن بابا وممه دايما مسكين إيدين بعض إن بابا وممه طول الوقت حبيبنا ده اللي فهموا الأولاد عن اتنين بيحبوا بعض مش بس بيحبوا بعض بيدخلوا مع بعض ويقفلوا بابا على نفسهم وهم بيسمعوهم إنهم قاعدين من مدة طويلة مع بعض فأكيد مبسوطين فده اللي فهمينه الأولاد مثلاً لما يشوف الأولاد ويتعود على الخنايات المستمر وعلو الصوت وكمان الألفاظ الجرح وأن في حد بيرجع خارج معاية وحد التاني بيدرب الباب بعمف ويخرج لدرجة أنه ممكن يوصل لحد إلى العنف الجسدي أو الضرب فالأولاد بيفقدوا مش بس هنا بقى بيوصلوا لدرجة التهديد لا بيوصلوا لعدم إحساسهم بالأمان بيفقدوا الأمان وأوقات بيكرهوا نفسهم بيكرهوا الحياة وتبتدي المفاهيم الأساسية عن الحياة أن الحياة حلوة وأن الحياة وسعة عارفين؟ عارفين أولادكم بيبقوا شايفين إيه؟ بيبقوا شايفينكم طوال أو كبار مليين الدنيا شايفينكم حياتهم شايفينكم مصدر الحنان مصدر المعرفة أولادكم بيعرفوا الحياة من خلالكم وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عايز يطلع أولاده يعرفوا الحياة من الرحمة تعالوا نتأمل حديث رسول الله فكان بيجلسهم على فخذ ويقبلهم ويحتضنهم يعمل كده مع سيدنا الحسن والحسين عشان يعمل إيه؟ عشان يحسسوا من الحادي اللي هو حضرت النبي قال لكل الناس الراحمون يرحموا من رحمان وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء فما كانش هو بيرحم أولاده ده بس كان كمان بيخليهم يشوفوا وانا فاهموا ليه قال للصحابة كده لما قالوا انا ما بيقبلش أولادي الكلام ده سمعوا مين سمعوا أولاد حضرت النبي سمعوا سيدنا الحسن والحسين سمعوا ان في حد بيقول انه ما بيقبلش أولاده هي دي الحياة؟ يعني كان ممكن يسألوه هو دي الحياة؟ يا حضرت النبي؟ هو ده الحياة؟ يا أيها الجد الأعظم؟ الجد المبارك؟ فعشان كده كان رسول الله سلم لازم يعرفهم انه مش دي الحياة فقال مال لا يرحم لا يرحم ايه اللي حاصل؟ ماذا؟ ماذا أفعل اذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ وكانه بيقولهم الحياة لا تعاش إلا بالرحمة